معلومات مستحيل تكون سمعتها قبل كده كنت تعرف ان جلد النمر هو كمان مخطط مش الفرو بتاعه بس الملوك زمان كانوا بيلبسوا خواتم موجود جواها سم علشان لما كانوا الملوك بيخسروا اي حرب ممكن يكونوا من ضمن قصر الحرب في اي وقت بيقوم الملك الخسران بيفتح الخاتم بتاعه وبيشرب السم وده طبعا علشان الملك يضمن انه ما يحصلوش اي اهانة من جيش العدو اكيد انت عارف ان لوحة الموناليزا هي اشهر لوحة موجودة في العالم بس تعرف بقى ان الموناليزا نفسها ما عندهاش حواجب؟ في مدينة الاسكا الشمس بتغيب هناك 65 يوم في السنة وال65 يوم دول بيبقوا عبارة عن ليل فقط بدون نهار نهائي كنت تعرف ان حاسة التزوق عند الفراش موجود في الاقدام تحت اصغر عظمة موجودة في جسم الانسان موجودة في ودنه وبالتحديد موجودة في الاظن الوسطى كنت تعرف ان الارود ممكن تدمن الكحول والمخدرات زيها زي الانسان بالزبط؟ ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوفوا حلقة بكرة حيوانات ممكن تقتل نفسها بالغلط في انواع معينة من الكباش والماعز القرون اللي بتطلع في راسها بتطلع بشكل منحني وبتفضل القرون دي بقى تكبر لحد ما تدخل جوه جنجمة الماعز او الكبش وبتكون السبب الرئيسي في موته الخيول والحمير الضوافر بتاعتها بتطلع بصورة سريعة جدا وعشان كده لو الضوافر دي طولت بصورة زيادة عن اللزوم ممكن الخيول والحمير ما تقدرش تمشي على رجليها بسبب الضوافر دي وده هيمنع الخيول والحمير انها تبحث عن الطعام والشراب وده هيكون السبب في موت الخيول والحمير دي كنت تعرف ان السلحفة لو اتقلبت على ظهرها مش هتعرف تقدل نفسها تاني وده هيكون السبب انها مش هتقدر تروح تاكل وتشرب لانها مقلوبة على ظهرها في موسم التزاوج بتاع الغزلان في حاجة غريبة بتحصل قوي زكور الغزلان بتبدأ تضرب بعضها عن طريق ان هما بيخشوا براسهم في بعض ولكن في بعض الاحيان زكور الغزلان بتبقى مش محظوظة لان القرون بتاعة الغزلان بتبدأ تتشابك مع بعضها البعض لحد ما بييجي حيوان مفترس وبياكل الاتنين وهم صحيين ما تنساش تعمل لايك وفوله علشان تشوف حلقة بكرة هتعمل ليلى والعربية بتاعتك عطلت على السكة الحديد امام القطار في البداية كده عاوزك تعرف ان مستحيل تماما ان القطر يقف مخصوص علشانك اول حاجة لازم تعملها هو انك ما تضيعش وقت نهائي في التفكير كل اللي عليك تعمله هو انك تلم الحاجات المهمة اللي موجودة معاك في العربية وتبدأ تطلع من العربية وتهرب فورا بس برضو يكون الهروب بتاعك بشكل معين وهو انك تهرب في الاتجاه بتاع القطر ما تروحش تهرب عكس اتجاه القطر خالص لان لو القطر اصطدم في العربية بتاعتك العطلانة على السكة الحديد كل الحطام بتاعت العربية هتطير عليك انت وده ممكن يسبب لك ازب شكل كبير جدا اما لو العربية بتاعتك عطلت بس كان القطر بعيد لدرجة انت اصلا مش شايف القطر فين في الحالة دي انت لازم تتواصل مع طوارئ السكة الحديد واتعرفهم الموقع بتاعك وهما يبدأوا يتواصلوا مع سائق القطر علشان يخفف سرعته بحيث لما ييجي عند العربية بتاعتك يكون وقف تماما ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان تشوف حلقة بكرة اغرب القوانين في العالم في ولاية فيكتوريا اللي موجودة في استراليا ممنوع لو انصبح الكهرابي بتاع بيتك يتحرق انك تغيره بنفسك لازم تجيب كهربائي هو اللي يغير اللمبة او حتى لازم يكون معاك انت رخصة لو انت كنت في طايلند والفلوس بتاعتك وقعت على الارض ممنوع ان انت تدوس على الفلوس برجلك لان عملة طايلند بيكون عليها صورة زعماء ورؤساء البلاد ودي تعتبر اهانة للرؤساء فورا في اقليم ارقاليا اللي موجود في فنسيا اللي موجودة في دولة ايطاليا ممنوع الاطفال اللي بتلعب على الشواطئ هناك انها تبني بيوت بالرمل لانهم هناك بيعتبروها اعاقة لكل الناس اللي عاوزة تتمشي على الشاطئ في مدينة ميلان اللي موجودة في دولة ايطاليا ممنوع انك تربي اسماك الزينة بتاعتك في احواط ضيئة هناك الناس حساسة لدرجة انهم بيقولوا ان انت كده بتخنق اسماك الزينة اللي موجودة عندك في الحوض ده هو أغرب قانون هتسمعه في حلقة النهاردة في دولة إسكتلندا حمامك هو ملك للشعب يعني لو كنت ساكن في إسكتلندا ولقيت الباب بتاع بيتك بيخبط ممكن يكون واحد ماشي في الشارع عادي خالص وبيقولك أنا عاوز أدخل عمل حمام في بيتك ما تنساش اللايك والفولو علشان تشوف حلقة بك أغرب القوانين اللي موجودة في كوريا الشمالية لو أنت كنت من سكان كوريا الشمالية ولقدر الله البيت بتاعك اتعرض للحريق أول حاجة لازم تعملها وهو أنك تنقل صورة زعيم كوريا الشمالية كمان تنقل صور القادة اللي متعلقة على الحيطة عندك في البيت لأن حتى لو أنت نجيت من الحريق بتاعك أنت وأسرتك وأولادك بس أي صورة من الصور دي اتعرضت للحريق هيتحكم عليك فورا بالإعدام قصات الشعر في كوريا الشمالية محددة على جميع الفئات يعني مثلا الرجال هتبص تلاقي أن عندهم 15 نوع من قصات الشعر وممنوع بالقانون أن أي راجل يعمل قصة شعر برا الخمستاشر كمان النساء ليهم 15 نوع من قصات الشعر كمان زعيم كوريا الشمالية لي قصة الشعر بتاعته الوحيدة فقط المرأة المتزوجة في كوريا الشمالية لازم تكون الضوافر بتاعتها قصيرة جدا أما الآنسات والبنات اللي ما تجوزتش فبتكون الضوافر بتاعتهم لازم تكون طويلة في كوريا الشمالية ممنوع هناك أنك تلبس البناطيل الجنس والبناطيل المقطعة والبناطيل الديقة ما تنساش بقع اللايك والفلو علشان تشوف حلقة بكرة